متابعة لحالة شبكة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الضرك الوطني على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط كميات معتبرة من الثلوج التي مست مختلف المناطق الداخلية للوطن سجلت وحدات الضرك الوطني إلى غاية منتصف النهار ليوم الأحد بعض المقاطع المغلقة في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج والعابرة لأقاليم خمس ولايات نذكر منها ولاية البويرة لدينا الطريق الوطني رقم خمستاش الطريق الوطني رقم ثلاثين الطريق الوطني رقم ثلاثة وثلاثين بولاية تيزي وزو لدينا الطريق الوطني رقم خمستاش كذلك الطريق الوطني رقم ثلاثة وثلاثين إضافة إلى كل من الطريق الولائي رقم ميتين وواد وخمسين ميتين وثلاثة وخمسين والطريق الولائي رقم تسعة بولاية تيارت لدينا الطريق الولائي رقم 2 بولاية تيسم سيلت لدينا الطريق الولائي رقم 7 إضافة إلى كل من الطريق الولائي رقم 21 و34 بولاية سيدي بلعب باس لدينا الطريق الوطني رقم 13 والطريق الوطني رقم 95 حتى هذه الساعة معظم الطرق المغلقة بسبب طرق التلوج تم فتحها منذ الساعات الأولى لصابحة هذا اليوم لتعاود الإغلاق بسبب استمرار التساقط الكتيف للتلوج حيث ومنذ صابحة هذا اليوم كحاصيلة في مجال عمليات فتح الطرق المتضررة تم فتح 9 طرق وطنية 11 طريق وولائي بفضل مجهودات وحدات الدرك الوطني على غرار وحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح المعنية